الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوى نيابة عن مجلس أماناء للحوار الوطنية عن شكره وتقديره إذا تلقيه خطابا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدوي يحوي ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 للنظر فيها وطرح ما يرى من مخرجات بشأنها وأشار رشوى إلى أنه تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أماناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي عقدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني مع أهل قرية كفر أبو حطب بمركز ههيا في محافظة الشرقية وتناولت الجلسة مناقشة وترح أهم المشكلات التي تعاني منها قرية كفر أبو حطب التابعة للوحدة المحلية بالمهدية مركز ههيا بمحافظة الشرقية وأبرزها عدم وجود صرف صحي الذي يهدد مشكلاته المنازل ومباني المدارس وكانت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة أرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظة الجمهورية وصلت تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين جوالات الحوار الوطني حيث شارك وفد من التنصقية في جلسة النقاشية حول الحوار الوطني بمشاركة طلاب جامعتي حلوان والقاهرة وشباب مدرية الشباب ورياضة بالجيزة واستمع وفد التنصقية لأراء الحضور وما يتعلق بكيفية مشاركتهم بالحوار الوطني وأهم القضايا التي تخص الشباب وطرحها على مائدة الحوار الوطني وأيضا حرص أعضاء التنصقية على الاستماع إلى الشباب المتواجب بكافة الاختلافات أعلن نائب المتحدث بس الحكومة الفيدرالية الألمانية فولفا جانج بوشنر أن المساشر الألماني أولاف شولتس سيشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 في شرب الشيخ وأضاف المسؤول الألماني أن شولتس سيشارك في طاولة مستديرة حول الاثثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحدث تقليل الوظائف عن شهر أكتوبر الماضي يؤكد أن تعافي الوظائف لا يزال قوياً وقال بايدن أن إضافة 261 ألف وظيفة جعل معدل البطالة لا يزال منخفضاً بصورة تاريخية عند 3.7 من 10 بالمئة مشدداً على أن التضخم هو التحدي الأكبر لإدارته وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك خطة لخفض الأعباء والتكاليفة خاصة بالنسبة للرعاية الصحية والطاقة قالت لجنة مجلس النواب الأمريكية المكلفة بالتحقيق في هجوم السادسة من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكية إنها منح ترامب مهلا حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر الماضي أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب فيه تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر الجالي والمثول أمامها للأدلاء بشهادته مؤكدة أن لديها أدلة دامغة على أن ترامب دمر شخصيا محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020 أعلنت السلطات الإقليمية في فنزويلا أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة من الأمطار الغزيرة قتلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ولاية ساحلية بشرك فنزويلا ولقي ما يقرب من ثمانين شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة بما في ذلك أربع وخمسين شخصا في انهيار الأرضي في أكتوبر الماضي ونشرت السلطات الفن من عمال الإنقاذ والمتطوعين في مدينة أنزو تويجو الساحلية سجلت الصين 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 657 إصابة مصحوبة بأعراض و380 بدون أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن العاصمة بكين سجلت 37 حالة مصحوبة بأعراض و5 حالات بدون أعراض مقارنة مع 32 حالة ظهرت عليها أعراض و6 حالات بدون أعراض في اليوم السابق ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226 حالة وفاة ختام مجد الثامنة فاصل ومد لحظاتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا